موسيقى ريهم انا عايز اعتذرلك عن اللي حصل مني مباح انا بجد ياسف مش عايزك تكون يزعلنا مني حصل خيري حصل طيب بصي انا نزل تنقيتلك السلسلة ده نفس اشوف اي حاولين رأبتك انت بتهرج يا حصل ده انت لسه بتعتذرني انت عايز تعمليني مشكلة مع اسيف موسيقى اوه انت قاعدين بتعملوا ايه اوه انت بترأيبني اوه ايه رد علي قاعدة بتعملي ايه اوه انت مش خلصت شغلك مين الباش عشان تقاعد معاها ودي بمناسبة ايه ان شاء الله الحل ده الحلوة دي ايه يا اساسيف ايه ده الكلام اللي بتقوله ده انا بتكلم مع امرأة حد وجاء لك كلام وانت مين قالك ان احنا خلصنا شغل ما خلصتو الشغل المصور مش قلت باشا انطلعلك سلسلة ذهب ناقص ايه تاني يا حبيبتي لا انت اسلوبك صعب ايه يا اساسيف واضح ان ريهام كان عندها حق في الكلام اللي بتقوله لا ده واضح ان انتو في كلام داير ما بينكوا برا الشغل كلام عن حياتنا اللي بقى تمتل الرقي يا هانم انت فاهم غلط والكلام ده مش حقيقي ومين قالك اصلا ان انا هقبل الهداية دي ودي الهداية اللي مضايقاتها بس على فكرة بقى المشاكل اللي بينكم مالهاش اي علاقة بالهداية المشكلة الحقيقية ان حضرتك بدأت تترقبها وتطب عليها في الشغل لمجرد ان جالها ترقب كأنك مش قادر تشوفها بتنجح وتجبر حسن ممكن تمشي دلوقتي حالا لو سمحتك ممكن تمشي حاضر يا ريهام همشي السيف ممكن تقعد نتكلم شوية احنا نبقاش فيه منا كلام خلاص